اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان مسيرة العمل التنموي قائمة ومستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قرى ومدن البحرين وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تغطي القطاعات الاسكانية والصحية والتعليمية معربا سمو عن الفخر بنجاح برنامج تنمية القرى الذي قادته الحكومة والذي جعل مظاهر التنمية في القرية تتشابه مع المدينة وقال سمو حققنا انجازات اسكانية كثيرة ومتعددة ونجحنا بان يتواكب مع المشروعات الاسكانية خدمات متكاملة توفر للمواطنين كافة احتياجاتهم واشدد سمو على ان ضمان استقرار معيشة المواطن وتوفير اعلى مستويات الخدمات له يشكل اولوية في نهج عمل الحكومة وجهودها في مجال التنمية الحضرية والمستدامة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كان استقبل بقصة لقضابية صباح اليوم عددا من افراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين حيث تطرق سموهم معهم الى قضايا الشأن الوطني وخلال اللقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقيم التواصل والتراحم التي يتسم بها المجتمع البحريني والتي تزداد تألقا في الاجواء الروحانية لشهر رمضان الفضيل وهو ما يسهم في تعزيز وتقوية اواصل اللحمة الوطنية وتطرق سمو الى همية استثمار ما تتمتع به البحرين من مقاومات حضارية وتاريخية وطبيعية في تعزيز الانشطة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات لتنمية هذا القطاع ومضاعفة عوائده في الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة